الهدف من هذا العرض هو تعريف طلبة الضب البشري على مبادئ العلاج بالهورمونات البديلة هورمون ريبليسمانت ثيرابي مقدمة عن انقطاع الطمث منوبوز أعراض انقطاع الطمث سيمتومس أو منوبوز تعاني النساء بعد انقطاع الطمث من مضاعفات نقص الاستروجين لما يسبب أعراض شديدة منها هشاشة العظام استيوبروسيس والذي عادة يكون صامتا أي لا يسبب أي أعراض ويتم الكشف عنه لدى إصابة النساء بكسر أعراض أخرى لانقطاع الطمث تشمل عدم انتظام الدورة نوبات سخونة تعرق خفقان في القلب جفاف في المهبل ألم عند الجماع كثرة التبول تقلب المزاج ازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب اسكيميكار ديزيز وغيرها هذه الأعراض تبدأ قبل انقطاع الطمث وتزداد سوءا بعده وتؤثر كثيرا على نوعية الحياة quality of life لعل شدة أعراض انقطاع الطمث لدى بعض النساء جعل تعويض الهرمونات الأنتوية حلا منطقيا وذلك لتخفيف هذه المضاعفات وخاصة هشاشة العظام الذي قد يسبب كسور fractures لكن المشكلة أن هرمون استروجين قد يسبب سرطان في الثدي breast cancer لذلك فإن التوجيهات الحديثة حول العلاج بالهرمونات البديلة hormone replacement therapy تقول أن العلاج يعطى فقط في حالة العراض الجسمانية systemic not local المتوسطة إلى شديدة moderate to severe symptoms وفي حالة عدم وجود موانع contraindications hormone estrogen estradaeol هو الهرمون الأنتوي الطبيعي من نوع estrogen الذي يفرزه المبيض ovary لكن تتوفر الكثير من أشكال الاستروجين المصنع synthetic estrogens والتي تستعمل لعلاج أعراض انقطاع الطمث ودواعي أخرى من أنواع الاستروجين نذكر الآتي estradaeol estradaeol valerate ethne estradaeol combined equine estrogen cie اه ليات عمل الاستروجين يكون الاستروجين في الدم مرتبطا مع بروتين يدعى globulin عند وصوله إلى الخلية الهدف target cell يرتبط إستروجين مع مستقبل خاص موجود داخل سيتوبلازم الخلية إنتراسولر ريسبتر ثم ينتقل مركب الإستروجين مع المستقبل إستروجين ريسبتر كومبليكس إلى داخل النوى حيث يؤثر على منطقة في الجينات تدعى المنطقة المستجيبة للإستروجين إستروجين ريسبونسيف إليمنت حيث يؤثر على نشاط جينات معينة وبالتالي يكون بروتينات تعبر عن أثر الإستروجين على الخلية إستروجين أكشن توضح هذه الشريحة دواعي استعمال إستروجين إستروجين إنديكيشنز والذي يستعمل كجزء من الهرمونات البديلة هورمون ريبليسمين تيرابي وفي منع الحمل كونتراسبشن وفي علاج عصر الطمث ديسمينوريا كذلك يستعمل إستروجين في علاج زيادة نمو الشعر الناتج عن زيادة الهرمون الذكري عند الإناث هيرسوتزم أخيرا يستعمل في علاج نقص الهرمونات الأنتوية هايبوغوناتزم هرمون بروجسترون بروجسترون هو الهرمون الأنتوي الآخر الذي يفرزه المبيض ويشبه إستروجين في آلية العمل يتوفر بروجسترون مصنع على ثلاثة أشكال تختلف من حيث أعراضها الجانبية ولكن أكثرها استخداما هو مدروكس بروجسترون أستيت يوضح هذا الجدول ثلاث مجموعات من البروجسترون المجموعة الأولى هي بريغنينز وتشمل مدروكس بروجسترون أستيت الذي يشبه البروجسترون الطبيعي من حيث الأثر ولكنه يسبب أعراضا مثل زيادة نمو الشعر وظهور بثور ذكورية أكني أندهرستيسم المجموعة الأولى هي مجموعة استرينز والتي تشمل نورتستيرون وهي تسبب أعراضا جانبية ذكورية أندروجينيك سايد إيفكتس بشكل كبير المجموعة الثالثة والأخيرة هي مجموعة جونينز مثل نورجستريل وهي لا تسبب أي أعراض جانبية ذكورية توضح هذه الشريحة دواعي استعمال بروجسترون بروجسترون إنديكيشنز والتي تشمل استخدام بروجسترون كجزء من الهرمونات البديلة هرمون ريبليسمان ثرابي وكجزء من أدوية منع الحمل كونتراسبشن بيلز وفي علاج عصر الطمث ديسمانوريا وفي حالة وجود خلايا بطنط الرحم اندومتريالتيشوس خارج الرحم وهو مرض يسمى اندومتريوسيز الاستخدام السريري للهرمونات البديلة تتوفر الهرمونات البديلة على عدد أشكال بعضها موضعي وبعضها جسماني هذه الأشكال تشمل لاصق جلدي سكين باتش حبوب تابلتس حلقة مهبلية مرهم كريم شريحة يمكن زراعتها تحت الجلد امبلانت وجل يمكن دهنه على الجلد جل وسائل حكم الهرمونات البديلة روتس أوف اتش آر تي ادمينستريشن اما ان تكون موضعية توبيكل مثل مرهم مهبلي باجان الكريم او حلقة مهبلية باجان الرينج او جسماني سيستيميك مثل حبوب او لاصق جلدي سكين باتش مستحضرات الهرمونات البديلة قد تحتوي على استروجين فقط او استروجين مع بروجستين وهي الأفضل انظمة استخدام الهرمونات البديلة اتش آر تي ريجيمينز النظام الأول هو نظام مشترك ومستمر continuous combined حيث يحقن استروجين وبروجستين كل يوم وهو النظام الأفضل النظام الثاني هو النظام التتابعي sequential حيث يحقن استروجين فقط لمدة 14 يوما ثم يضاف بروجستين لمدة 14 يوما آخر وهكذا في كل شهر على الطبيب المعالج التأكد من درجة شدة الأعراض severity of symptoms الأعراض المتوسطة إلى خطيرة intermediate to severe symptoms هي التي تحتاج العلاج بالهرمونات البديلة أما الأعراض البسيطة mild symptoms فهي لا تحتاج أي شيء الخطوة التالية أن يحدد الطبيب إذا كانت الأعراض موضعية local مثل جفاف بالمهبل أو جسمانية systemic مثل نوبات سخونة hot flashes أو هاشاشة عظام osteoborosis مثلا إذا كانت المريضة تعاني من جفاف بالمهبل يمكن العلاج باستخدام مرهم مهبلي ولا يوجد داعي لاستخدام حبوب أو لاصق جلدي حسب الإرشادات الأخيرة في الولايات المتحدة فإن وصف الهرمونات البديلة يجب أن يقتصر على نسبة ضئيلة من النساء اللواتي تنطبق عليهن الشروط الثلاثة التالية أولا وجود أعراض متوسطة إلى شديدة ثانيا وجود أعراض جسمانية وليست موضعية ثالثا عدم وجود موانع للاستخدام في حالة وصف الهرمونات البديلة ينبغي عدم تجاوز مدة خمس سنوات ما أمكن حيث أن هذه الفترة القصيرة نسبيا من النادر أن تسبب سرطان في الثدي وهو المشكلة الأساسية من العلاج ولكن إذا استمرت الأعراض الجسمانية المتوسطة إلى شديدة مع عدم وجود موانع من الاستخدام فيمكن الاستمرار بالعلاج إذا كان ذلك ضروريا فقط ملخص العلاج بالهرمونات البديلة للنساء بعد انقطاع الطمث إذا كانت الأعراض جسمانية ومتوسطة إلى شديدة ولا يوجد موانع للهرمونات كن بوصف HRT لمدة خمس سنوات إذا استمرت الأعراض وكان هناك خطر من حدوث هشاشة عظام ولا يوجد موانع للإستخدام كن بوصف HRT لفترة أطول إذا كانت الأعراض بسيطة لا داعي لوصف الهرمونات البديلة إذا كانت الأعراض موضعية مثل جفاف بالمهبل كن بوصف إستروجين موضعي مثل مرهم مهبلي لأنه لا يوجد موانع من استخدامه أبدا الأعراض الجانبية للهرمونات البديلة أدفرس إفكتس أوف HRT غثيان نوزيا احتباس السوائل إديمة زيادة الوزن ويت جين تقلب المزاج مودي سوينغز نزيف مهبلي مفاجئ بريك ثرو بليدينغ ألم بالثدي بريست تندرنس سرطان الثدي بريست كانسر سرطان بطانات الرحم عنده متريال كانسر تخطر الدم ترومبو إمبوليك تس أوردرز أمراض المرارة بيليري باثولوجي توضح هذه الشريحة موانع استخدام الهرمونات البديلة كونترا انديكيشنز اف HRT والتي تشمل وجود تاريخ من سرطان الثدي هستري اوف بريست قانسر وجود تاريخ من سرطان بطانات الرحم هستري اوف اندومتريال قانسر بورفايريا أمراض الكبد النشط الشديد active severe liver disease زيادة شحوم الدم hypertriglyceridemia أمراض تخثر الدم thromboembolic disorders وجود نزيف مهبلي غير مشخص undiagnosed vaginal bleeding مرض اندومتريوسيز والأورام الليفية fibroids مثال دٹروسيز بعيدة شحوم الدم ام اراف م chil особо ابرو belt ترجمة نانسي قنقر